في المسيحية الله هو الذي أخذ زمام المبادرة سواء في القديم مع آدم وحواء عندما ألبسهما أقمس من جلد عن طريق الذبيحة وطبعا في ملء الزمان المسيح كفارة لكل العالم للجميع إذ يغطي عيوبنا ويسترها وفعلا حتى يحررنا من الخطية وبتعرف أن المسيح بيعطي التأكيد في الحاضر مش إنه إن شاء الله وإذا عملت وإذا مرست أو لا بقول يعني الكتاب واضح من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ثم يقول المسيح الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة ثم قال في يحنى عشرة ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي وأنتم الذين بقوة الله محروسون إخوتي وأخواتي الإنسان عايش في المجهول عايش في الضياع عايش في الخطية جاء المسيح مش على أساس يقوم بعملية إصلاح ولا هداية معينة جاء المسيح ليقول بعملية تغيير تغيير جذري في القلب ويعطي حياة أبدية يستطيع أن يقدم لك غفران الخطية ويستطيع أن يعطيك الحياة الأبدية ويستطيع أن يعطيك الضمان والتأكيد الأبدي لهذا الخلاص عندما تقبل إلى يسوع المسيح وفعلا لأنه أكمل العمل وهذا ما يفعله يسوع المسيح هو يقرأ على باب قلبك اعترف به آمن به توب عن خطيئك وهو سيأتي إلى حياتك ربنا يباركك وبحب أسمع منك ترجمة نانسي قنقر